نهاردة في حكاية حلوة مش حلوة يعني حلوة أقصد بيها إنه حلوة بالنسبة لي عشان كنت أحكي لكم نفس الحكاية دي أولاً أولاً عمر كرعب واحد ينضم لمنتخب مصر ودي الحكاية الحلوة الحكاية اللي مش حلوة إنه فتوح خرج من المعسكر بسبب الإصابة فتوح من أهم ركاز الأساسية في المنتخب وأكيد هنخسره فيه المباراتين خاصة للمبارات الأولى محمد حمدي كمان فيها موقوف ليه مبارات بولكينة فاسو النهاردة فتوح خرج بسبب إصابة في أربطة الكحل وليه قصة دي قبل ما أجيلكه على عمر كبان عبد الواحد فتوح كان عايز يكمل في المعسكر وكان عايز يتحمل على نفسه كابتن حسام حسن شافه وبيزوج وكان فتوح الطبيب نصحه طبيب المنتخب نصحه إنه مش هينفع يلعب فقال له يعني اسبني وأنا أحاول بس لما كابتن حسام لاحظ هذا الأمر قال له أنت هتفضل واحد من الركاز الأساسية في المنتخب ولما تخرج دلوقتي احنا لسه عندنا مباريات كثيرة أخرى ومحمد صلاح قعد برضه مع فتوح فتوح النهاردة خرج من المعسكر وهو يبكي وهو يبكي كان عايز يدعم منتخبنا إن شاء الله في مباراتي بولكينة وغين يابيساو بس الرجال اللي موجودة عم فتوح يسده زي ما أنت كنت هتسد 100% طيب اللي يبسل بقى في قصة عمر كمال عبد الواحد إيه لو أنتوا عايشين معايا وامتبعين معانا الحلقات اللي فاتت أنا عكس الطيار كله قلت لكم إن الكابتن حسام حسن ودر المنتخب مصر ما عندوش مشكلة مع عمر كمال عبد الواحد ناس قالت وناس كتبت وناس نشرت إنه عمر ما بيخشش المنتخب عشان فيه مشكلة مع الكابتن حسام حسن وكنت شرحت لكم قبل كده الكابتن حسن حسن اختياراته في المنتخب تحديدا في المركز الزي الايمن ومركز الزي الايسر كان بيفكر فيه إزاي باختصار هو فكر إنه محمد هاني بيلعب باكرايت أساسي المنتخب مصر أقرم توفيه يلعب في المركزين نص ملعب وباكرايت أحمد رمضان باكم يلعب مساك وباكرايت فأنا حب اللعبة اللي تلعب فيه فأكتر من المركز هتقول لي تم عمر كمال عبد واحد بيلعب ناحية اليمين وناحية الشمال هقول لك لا ما هو قريدة ناحية الشمال عنده اتنين فتوح وحمدي وينضم لهم كمان كوكا كتالت فخلاص الحتة دي كمان متقفلة طيب لما فتوحة صب وحمدي مش موجود فراح عمل الراجل حمدي مش موجود في مطش بوركينا راح الراجل شد على طول عمر كمال عبد الواحد عشان يزبط ايه انه ما فيش اي مشكلة ما فيش اي قزمة مع عمر كمال عبد الواحد اشتركوا في القناة